السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه وحشوني النهاردة فيديو خفيف جميل في يضوب تفريز شوية كرون بكده ويتمليح وعملنا السنية الامر اللي شفتوها دي اللايكات على البال ولا على النية هندخل الفيديو ونشوف الدنيا فيها ايه ونقول ايه اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله من ضمن الحاجات اللي انا كنت جايباها جبت كرومبتين سبحان الله يعني لها على البال ولا على النية بس طلعوا باسم الله ما شاء الله عليهم والله كانوا الاتنين كان بخمساشر جنيه للست اللي هي بتبيعوا راح اتمقورهم اللي هي بيديها بصراحة عشان تسهل علي الشيلة تمام وطلعوا باسم الله ما شاء الله ورقهم حلو قوي اللي انا عملته سلقته حطيت شوية السكر في قلب المية مش ملح عطيت السكر وآآ سويت ضوب خفيف كده يعني السلقي خفيف وبعدين روحت جاية ما حطوش مية آآ ساعة المية الساعة يا جماعة بتجلدوا انا جربت دي وجربت دي المية الساعة فعلا بتجلدوا طلعوا باسم الله ما شاء الله ما عايزة ما انتو شايفين كده حلوين بقى في رمضان والكلام ده وبعدين حبت ورق كده هوت ايه قلت اللي هو بقى الفوائد بتاعة الكرومب اللي بتطلع قلت عمل سنية محش كده جميلة ومعرفش انا بحب دايما نسوي المحش في قلب الصواني يعني لقيت بقى محشيتين بتنجان في قلب الفريزر كانوا بفضلين من التفريز يعني وكم كساية وفلفل وحبة المحش اللي على جانب دول وروحت مكملة الخلطة بحبة البصل البصل بقى بصراحة مش قادر اقول لكم على طعمه وعلى جماله بجد بجد لازم تعملوا محش البصل كل ما تعملوا وان شاء الله حب اعمل لكم الطريقة بتاعته بصراحة طعمه خطير خطير هو يتاكل اول حاجة في المحش بس طلعت بقى اخد الطعم الفرن بقى زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده بسم الله من شاء الله يعني بجد بصوا بصل عامل ازاي اه والطعم والااا والكرومب ورقة الكرومب بكت عسل بس انا بصراحة ما بحبش الرزة اللي طالع برده ده حصلت معي بقى كده ايه لان انا مش مقاعلة ان انا حعمل محش قوي بكده ده جد بسرعة بسرعة يعني قوام قوام كده طلعت احلى سنية محشي مش عاملة حسابها خالص عشان بس انا بوريكو عشان البصر والبتنجان المفرز هو اللي الناس بتقولك لقى البتنجان وحش لو بتنجان جميل جدا في التفريز وجربت الكوسة بس هو رك على السوى يا جماعة وعلى الطريقة مش اكتر من كده ندخل بقى على اللمون الاضالية اللي اللي لو في حد بيحبه تمام انا بقى لي كتير جدا جدا ما عملتهوش فما لقيته اخدته بصراحة كان تقريبا كيلو ونص سبع عشرة جنيه كان رخيس يعني مش كانش غالي او بخمسة وعشر مش فاكرة المهمة يعني اخدت كيلو ونص اه كده طبعا كان لونه بيبقى على طره بكتير وسواد كده طبعا مساكته بالليفة وصاب بنته حلوة قوي قوي اي حاجة بنكل منها القشر بتاعها لازم تهتمي حلوة قوي قوي بنضفتها عكس اللي احنا بنقشرها فطبعا اه يعني كان غسيله يعني اخد مني وقت على اساس ان انا متأكدة كويس قوي قوي من نضفته تمام انا هعمل ايه دلوقتي هحطه في مياه مغلية بس كده في الاول طبعا زي ما احنا بنعمل اللمون بس ايه بتخلي بالك من السوا بتاعه هنشوف وحنا حطينه في المياه انا حطت الحل على النار وبتغلي المياه السفنة او حطيت قبل المياه ما تغليه والحل دي مخليها للسليق حل طبعا يعني النوع ده جماعة محدش يجيبه خالص فانا مخليها للسليق بس تمام او او سليق مكارونة ارنبيت الحاجات اللي احنا عارفين هذي حطيته هو يا دوب الغلوة والتانية كده وطفتها على طول وفرحت واخد الحل في ساعتها حطيتها تحت الحنفية المياه البردة عشان لو حسيبه انا في قلب المياه المغلية دي هياخد سوا اكتر بكتير من الغلويتين اللي خدهم فشلت بالحل هلا بيلا كده على الحوض اهو بالمنظر ده وسيبته على ليه الحنفية بالمنظر ده كده عشان يرجع يعني يجمد تاني ويبقى كويس بحيث ان هو ما يتهريش مني يعني بوقف عملية السوا بتاعته تاني فطبعا انا هنا بفتحه فيه ناس بيت ملحه بحاله السليم زي ما هو لا انا بحب سواء دايما يعني اللمون او الاضالة دوت بحب ان انا احشين من جوه العصفر وحبة البركة بتبقى من جوه بتدي طعم حلو قوي قوي سواقل اللمون قليل قوي قوي لما بعمل اللمون كده يعني من غير الحشو بفتحه بقى كده زي ما احنا شايفين وحنشوف اه الحشو بتاعه سهل طبعا ما احنا نتعودين على اللمون والكلام ده كله بس انا بشجعك على انك تجيب اللمون الاضالية بيبقى فرق بقى بينه وبين اللمون ايه بقى ان الاشرة بتاعته بتبقى سميكة فبتبقى حلوة قوي في طعم الاكل وطبعا بتغجي الوحدة بتقطعها شراويح بقى في الحقيقة انا نزلت الفيديو من قبل ما يتملح اللمون اه او قصي الاضالية اه على اساس ان نور هورك وبعد التمليح بس ان شاء الله هنشوفه في اكلات مع بعضين ان شاء الله يعني اه طبعا هنا اه حطيت معلقة واحدة بس اه حبة البركة ما تقطرهاش على اساس ان هي بتغمى المية بتاعت اللمون واحط برضو ايه هنا العصفر على اساس ان اه اه ما عوز احط تاني يعني فهماني ما تحطيش كتير يتبلم منك ويبوز هيترمى او هتحطيه في المية هيبقى كتير او يعني اذر من اللازم فانت هنا بتقلبي ولما بتعوزي بتحطي تاني انا ما عوزتش الحقيقة هو مدر اللي انا كفيت نمس بيهم وكانوا حلوين يعني وهنشوف مع بعض اه حاخد بقى ومش بحط الملح انا مع العصفر بحطه في قلب المية وانا بدوبه وانا بحط على اللمون بحش بقى حبة حبة كده صغيرين مش كتير قوي يعني معقول لان هينزف في المية والباقي برضو هحطه في قلب المية اهو زي ما احنا شايفين كده بيبقى طعم حلو قوي او زي ما قلتلكم حاجة ده حاجة واللمون حاجة اللمون بتبقى اشرته خفيفة ده بيبقى اشرته سميكة وطعم حلو او في الاكل بتاخد الوحدة يعني ممكن على حسب العدد اللي هياكل بتقطعها نص واحدة او واحدة كاملة بتقطعها شرايح بتبقى جميلة جدا خلاص كده انا هنا هحط بقى لازم اعمل البطرمان للاخر هو يدوب طالع على قد البطرمان ده المش اللي هو الكبير او ده الوسطانية طالع على قد البطرمان كده وما عنديش ازاز كبير انا كده كنت حطيته في ازاز هو لا طبا رحمة عبدين بقى وبدين بخاف من الازاز بصراحة برضو آآ على اساس بيبقى صعب شوية في التعامل معي يعني بحط برضو هنا قرنين فلفل صلي بنا عن نبي اللهم صل وسلم وبرك عليك حبيبي يا رسول الله وحطيت الفلفل طبعا الفلفل ده مولع نور ممكن تغجي منه جزء في الاكل يعني مش تازم القرن كله يعني زي ما احنا شايفين كده خلاص بترمانة ملع آآ هنشوف بقى ايه هجيب معلقة هارس الشطة ملانا كنت عاملها تمام هحط هنا ملح طبعا آآ حوالي اربعة كنت هحط الملح على الشطة هحط حوالي آآ تلات معلقة كبار وطبعا آآ لكي نظرة طبعا الخبرة بتعلم او التكرار بيعلم ايه بيعلم ايه التكرار بيعلم الشطار لأ هي الشطار ماشيها الشطار ماشيها الشطار بقى ماشي فطبعا بندوب الملح مع هارس الشطة هنا وبتحس انت ان الملح آآ معاك مزبوط لما احتاج بقى انا اجيب بيضة واحطها وكلام ده لأ خلاص وقال لكم زي ما قلت لكم التكرار ايه بيعلم الشطار تمام مش حاجة تانية خلاص قلبت الملح كويس قوي وهنزل به في بطرمان قم لا لازم المية توصل لاخر البطرمان فوق على اساس ان هو ما يبقاش في فراغ فوضي وفي نفس الوقت انا ما بحبش احط خل على اي حاجة بملاحة الخل لأ ما بحبهوش طبعا بيهر الحاجة وآآ يعني مش عارفة ما بحبش الخل عموما انا في حاجات كتير يعني بس اهم حاجة ان هو السيبيو من تلاتة بره ياكل من ملحه وتحس ان هو قرب على التمليح عليه وعلى التلاجة اي مخلل بعمله ويعجه من تلاتة بره وبره ما دخلها على التلاجة بيقعد معي السنة يعني لو قعد يعني لو هيقعد السنة هيقعد السنة بالمنظر احنا شايفينه ده تمام وبرده قبل ما دخلوا التلاجة بتأكد برضه بعد اليوم من التلاتة دول بتأكد من الحطء بتاعه وبشوفه محتاج شوية ملح بحط شوية ملح مش محتاج يبقى خلاص ادي الفيديو بتاعنا النهار ده اللي قلت لكم خفيف وحلو او بيجربي وشيلي وشوفكم على خير يا حبيبي مع وصفات ماجي مع الف سلامة اشتركوا في القناة